موسيقى مشاهدين الكرام أهلا مرحبا بكم مع برنامجكم الحواري حديث مع الصحافة والذي نخصص هذا المساء للحديث يعني الحدث الرياضي الذي ميز يوم أمس وهو منح جائزة التمييز لسنة 2022 للملك محمد السادس والتي يمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والرسالة الملكية بهذه المناسبة والتي من خلالها أعلن المغرب تقديم ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لسنة 2030 معنا إذن هذا المساء سيمون صيف اليازغي باحث في السياسة الرياضية سيمون صيف مرحبا بك سعيد بحضور معك سيا عبد الله في برنامج حديث مع الصحافة ونتمنى أن نكون لدينا الإفادة والإضافة المرجوة للجمهور بدون شك شكرا لك الحضور معنا ومعنا أيضا سيا عبد الطيف متوكل رئيس الرابطة المغربية للصحفيين الرياضين سعيد طيف مرحبا بك مرحبا سعبد الله تحية إليك وإلى المشاهدين الأفاضل وسعيد بتوجد معك في هذا البرنامج الشيق هو المفيد إن شاء الله إن شاء الله إذن بداية كمان هذا التعليق على مرح جائزة تميز سنة 2022 من قبل الاتحاد الإفريقي الكرة القدم الملك محمد ساديس شنو بنسبة لكم كعني هذا الاحتفال هذا سيمون صير جيزي أولا هذا الاحتفال هذا تعطينا إشارة بأن الاتحاد الإفريقي أعاد هذه الجائزة بعدما توقفت 19 سنة وكانت في السبق تقدم لمنتخاب وليعضوا في أحد أعضاء الاتحادات الوطنية بإفريقيا هذه المرة أعاد هذه الجائزة في إطار وسياق آخر يتعلق بالاعتراف بالخدمات التي قدمتها دول ورؤساء دول لكرة القدم الإفريقية وليس لكرة القدم المحلية أو الوطنية أكثر من ذلك هذه الجائزة جائزة التمييز وهو اسم اختيرة بعناية هي تعني وتفيد بأنه الأمر لا يتعلق بحدث عابر كأن تصدف كأس إفريقيا المحليين أو تفوز بلقب هنا وهناك بل يتعلق الأمر بتراكمهات خلقها المغرب في السنوات الأخيرة وجعلته محطة إعجاب ومحطة انتباه الجامعة بالنسبة إلي هذا الاعتراف يؤكد بأنه الرؤية الملكية الصوبة العمق الإفريقي التي انطلقت قبل أزيزة 10 سنوات كانت توازيها أيضا خطوات أخرى في قطاعات أخرى وهنا كرة القدم على الخصوص أقول قرة القدم ولا أقول رياضك أقول وإنما كرة القدم صارت بخط متوازي مع الرؤية الملكية إذ أنه تواجهت صوبة إفريقيا الجامعة كرة القدم قامت بخطوات جبارة في التعاقد مع 42 اتحاد وطني استضافة منتخبات لم تجد ملاذا لها غير المغرب من أجل استضافتها وأكثر من ذلك إحضار ومشارع إشراك المدري من الأفريق من أجل حصول على شهادات الكاف أو بيوسي إذن الأمر يتعلق بجائزة تكرم وتقدر المجهودات التي قام بها المغرب وهنا أود نشير بخصوص الرسالة التي تم تلاوتها من طرف سيد شاكيب بن موسى هو أنه الأمر يتعلق الآن أصبحنا أمام رسالة ثانية الرسالة الأولى ذات بعد وطني في 2008 أشرت وعطت توجيهات معينة وأصبحنا الآن أمام رسالة أخرى ذات بعد إفريقي أشار إلى القيم التي يجب أن تسود العلاقات بين الدول وأشار إلى عبقرية الإنسان الإفريقي القادر على خلق المستحيل وليس أن يستكين إلى أنه القارة إفريقية لو ممكن أن تصنعها أي شيء في المناسبات الكبرى سيد مطيف سيد مطيف مش بارك تعليق وعطفا على الكلام دي السيمو صيف اليازغي وهذه الجائزة جاءت هي أكثر من مستحقة هي من تمار سياسة ملكية مستنيرة ترتكز على رؤية على أهداف متوسطة المدى بعيدة المدى وهناك تراكمات أعتقد بأن ترشح المغرب تنظيم كأس العالم أكثر من مرة كان دائما الرسائل التي وجهها جلالة الملك إلى الفيفا إلى المكسب التنفيذي للفيفا قبيل عملية التصويت دائما يقول بأن ترشح المغرب تنظيم كأس العالم هو من أجل إفريقيا ويقول أيضا بأن المغرب المنشآت الرياضية والبنيات التحتية وجميع التجهيزات ستكون في خدمة الشباب الإفريقي أضف إلى هذا هذه الاستراتيجية التي انطلقت منذ أن اعتلى جلالة الملك محمد السادس عرشاء السلافي المناعمين لا يجب أن ننصر مناظرة مناظرة كرة القدم الإفريقية سنة 2017 في المغرب بمعنى أن المغرب أخذ على عاتقه أن يحمل هم واحد القضية قضية تنمية إفريقيا عبر الرياضة وخاصة كرة القدم يعني ما كيش فقط واحد بوعد وطني ما أيضا بوعد قاري أشهر بوعد قاري لماذا؟ لأن الرياضة عامل من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عامل من عوامل النماء والتقدم والسلم والوحدة من أجل إبراز الأبعاد الكبيرة والأبعاد المتميزة للرياضة الرياضة ليست فقط طرفا أو تنافسا بل الرياضة هي تبني الإنسان كما نقول نبني الإنسان قبل البنيان فلذلك جالة الملك محمد السادس كان دائما وفقاتي الرؤية صارت الجامعة الملكية المغربية من خلال انفتاحها على محيطها الإفريقي وأيضا المغرب لا يؤمن بالشعارات الاستراتيجية الملكية هي أقوال تترجم على أرض الواقع إلى أفعال وهذه الأفعال ظهرت على أرض الواقع كم من منتخب إفريقي جاءين للمغرب ودخل في معسكرات تدريبية وأجر مباريات ودية ومباريات رسمية أضيف إلى هذا أن المغرب كان دائما في الصفوف الأمامية للدفاع عن قضايا كرد القدم الإفريقية ومن أجل أيضا كسر الهيمنة ومن أجل أيضا أن تتبوأ إفريقيا لمكانة تستحقها في مشهد كرد القدم العالمية إذن أعتقد بأن هذه الجائزة هي لم تأتي فقط لتنصف جلالة الملك محمد السازي فقط جاءت لتؤكد على السياسة على أن هذه الاستراتيجية استراتيجية متميزة استراتيجية شغوفة بالعمل استراتيجية ترمي إلى تحقيق أبعاد كبيرة ومن أجل أن تحمل مزيدا من المنجزات ومزيدا من الخيرات للشباب الرياضي الإفريقي نفت جائزة جائزة تمييز في سنة 2022 نعرف أنها سنة 2022 كانت سنة متميزة ربما كانت واحدة سنة ستنائية في تاريخ كرد القدم المغربي يعني بأن الجمهور كعرف مجموعة هذه الأمور التي تحققت في هذه السنة النصف النهائي كأس العالم لإنجاز التاريخي وغير مسبوخ فوز فريقين مغربيين كأسين إفريقيتين ويدا البيضاوي ونهضة بركان فوز فريق جيش الملاكي للسيدات أيضا بالأول لقب دوري أبطار إفريقيا تأهل المنطقة المغربيين قدم نسويلا لأول مرة نهائية كأس العالم يعني مجموعة من الأمور التي تحققت بطريقة كبرى في هذه السنة 2022 كيف تفسروا هذه النتائج هذه وشهد شيء هذا بأوحد البراكجات في هذا العام يعني شيء استثنائي أو لا بأنه كين هناك وحكي المسكين متعين وحكي سراتيجية وبأن هذا هو نتائج لأمور تم تخطيط لها لسنوات وسنوات لا يمكن أن يتعلق الأمر بصدفة نقول صدفة عندما تجتمع بعض الأشياء وتمنحه كإنجازا عابرا مثلا قد تكون كأس فريقيا قد يكون كأس فريقي للشبان يكون الإنجاز عابرا لكن الآن نتحدث عن مصار ربما البعض لا يتذكر أو فقط يتذكر مرحلة فوز الخجاع يتوجب أن نعود بالذكرة إلى أبريل 1990 عندما خسر المنتخب المغربي أمام القابون بالضر البيضاء قام أنذاك تم الإشارة بأنه ضرورة تغيير نفس وكان هناك عفاء الجنرار حسين مسلمة من رئاسة الجامعة ودخول علي الفاسي الفيري علي الفاسي الفيري ربما الناس لا يتذكرون هذه الفترة فقط لأنه لم يتأهل إلى كأس العالم ولم يحقق إنجازات كبرى على مستوى كأس فريقي ومشاركة المنتخب المغربي وتناسوا بأنه أولا حضر بأجندة أولية وهي تتعلق بإدخال المغرب إلى الاحتراف وهو تنزيل للفقرة التي جاءت في السنة الملكية 2008 عندما أشار يدخول الرياضة المغربية الاحترافية جاء بهذه قام بوضع مساطر إجراءات وقام بتنزيل الاحتراف في فترة عهداته في الجامعة أكثر من ذلك الناس لا يتذكرون بأنه هو أول من وضع حتى نعطي لقيصر لقيصر وضع الفئات السنية على مستوى المتخبات التي كانت في السابق تتشكل أسبوع أو أسبوعين قبل انطلاق المنافسات الإفريقية وكنا دائما نفاجأ بالإقصار إذن كانت هناك أشياء وضعت في ضرف أربع سنوات رفقة علي الفاسي الفيري لكن ربما التاريخ لا يذكره بسبب قلت أن المغاربة غالبا ما يربطون إنجاز رئيس معين بتأهل المتخب الغربي إلى كأس العالم وينسوا ما يعتمر بالداخل جاءت فترة فوز القجع فوز القجع جاء بنظرة أخرى باندفاع آخر وبحماس آخر وكرسه وربما فوجئ بعده وضع رجلي في الجامعة فوجئ بمشكلة 2015 وكأس الفريقية التي بخص إبولا واستطاع إدارة الأمر إلى غير أنه لم تتبع نام طرف الكاف لكن التاس أنصفت نائما بأن الجامعة قامت بدوري أساسي في هذا الأمر هذه الفترة عندما نشر هذه الفترة كانت هناك إشارة واضحة من طرف الجامعة في هذا الأمر أولا تم إدخال البطولة المغربية إلى مشروع شركة رياضية تنزيلا للمادة 15 قانون التربية بدنية 039 أكثر من ذلك وحاليا ونتحدث حاليا 140 طريقا ينتمون العصبة الاحترافية وبطولة الهوات كلهم يتفرون على ملعب إما عشب اصطناعي أو طبيعي وهذا أمر غير مسبوك في القرارة الإفريقية هذا أمر يحسب للجامعة التي قامت بهذا الإنجاز ورتبت أمور على سأنه ممنوع أن تلعب في الملاعب المطربة ثانيا أنا أرى بأنه وقع أيضا تنزيل للمادة المتعلقة بالإنصاف والمساوات بين المرأة والراجل في دول سورة 2011 عندما أعطيت الاهتمام أيضا للرياضة النسوية وجدنا بأن هناك بطولة نسوية تؤدي الجامعة مصاريف حتى اللاعبات والمدربات والتحكيم والتأمين هذا أمر غير مسبوك وبالتالي نرى هذه الطفرة التي تابعناها سواء رفقة جيش الملاكي الذي فاز باللقب وأيضا على مستوى منتقب وطني كان في السابق يخسر أمام نيجيريا بثمانية أهداف لسفر سنة 2019 والآن مر على حساب نيجيريا إلى الدور النهائي إذن هذه أمور ربما تشير بأن هناك توجه واضح هناك استراتيجية ولو يمكن أن نتحدث عن وجود الصدفة الآن إذا قلنا بأنه وجود استراتيجية أقول استراتيجية على المستوى الكراوي إذا قلت لي سياسة أقولك سياسة كراوية إذا قلت لي ديبلوماسية أقول ديبلوماسية كراوية وليس رياضية الآن نتمنى أن تصيب عدوى ما أنجزا وينتم استنساخ هذا النجاح في باقي الرياضة الأخرى سيد بلدي سمطف بنسبة لك هذه القضية حاليا في سنة 2028 لأن كل هذه النتائج الإيجابية التي تحقيقها في 2022 يعني كيف تقرأها؟ أعتقد بأن سنة 2022 كانت فأل خير على كرة القدم الوطنية لا يجب أن ننسى بأن الأندية المغربية هيملت على الساحة الإفريقية في السابقية الأولى من نوعها حتى أن المباراة للتنافس على الكأس الإفريقي الممتازة لأول مرة جرت بين فريقين المغربين الويداد وناضس بركان أضيف إلى هذا الإنجاز لحقو المنتخب دي الكرة القدم داخل القاعة والمرتبة الجد جد العالية التي أصبح يتبوى على الساحة العالمية أصبح من بين 8 أو 9 الأوائل أضيف إلى هذا ما تحقق على مستوى كرة القدم النسوي لأول مرة المنتخب المغربي يتأهل إلى نهاية كأس العالم أعتقد أن هذه النتائج كلها لم تأتي أكيد بمحدث الصدفة هناك عمل ميداني لأنه إذا أردنا أن ننجح في أي ممارسة رياضية لابد أن نركز على العمل الميداني الشعارات والنظريات لا تفيد في شيء يجب أن نزول إلى الملعب وأعتقد أن الجامعة الملكة المغربي كرة القدم أدركت أن النزول إلى الملعب من أجل الإنجاز من أجل القيام بعمل في العمر واليوم يعطي أكلة لا يجب أن ننسى بعد نهاية مرحلة حسني بن سليمان ومجيء مرحلة علي الفاسي الفيري ثم فوزي القشاة لا يجب أن ننسى بأن جلالك الملك محمد السادس عن طريق توجيهاتي وتعليم تم توفير اعتمادات مالية كبيرة لكرة القدم الوطنية لذلك فهذه الاعتمادات المالية تم استثمارها من أجل تحقيق هذه النهضة النهضة الشامية لكرة القدم الوطنية على المستوى الأندية وعلى المستوى المنتخبات والمنتخب المغربي لكرة القدم الذي كان أول منتخب يتأهل إلى الدور الموالي في كأس العالم مونديان مكسيكو 86 اليوم دخل التاريخ من أوسع أبوابك أول منتخب إفريقي يصل إلى هذه المرحلة جد متقدمة من نهاية كأس العالم ببلغية الدور قبل النهاية إذن أعتقد أن هذه النتائج هي عنوان للمتابرة عنوان للاجتهاد عنوان للإيمان بالقدرات والطاقة وأيضا هناك حركية لا يجب أن ننسى بأن المنتخب المغربي قبل شهور عرفوا أحد الهزة ديال الانفصال على المدرب تغير مدرب وهذه كانت مغامرة الكل كان يجمع لأنها مغامرة ربما تكون غير محمودة العواقب ولكن أعتقد أن القرار في نهاية المطاف النتيجة الباهرة أكدت من أن القرار كان في محله وأن الاختيار كان في محله لذلك أعتقد أن هذه الحصيلة المشرقة هي تستوجب حصاً عالياً من المسؤولية لاستثمارها نحو تحقيق مزيد من المكاسب لكورة القدم المغربية على الصحة الإفريقية خاصة أن بالأمس سمعنا رئيس رواندا ويتحدث في كلمتي عن المغرب ولي تحدث فقط إذا لاحظتم لي تحدث فقط عن الإنجاز الذي تحقق في مونديا القطر قال بأن المغرب هو ليس فقط موديل نموذج فقط على مستوى النتائج بل هو مصدر إلهام لكل أفارقة على مستوى الاستراتيجية التي اعتمدها لتوفير بنيات تحتيارية عصرية من مختلف الأشكال ومن مختلف المستويات إذن أعتقد أن الحصيلة هي تمرت عمل دؤوب وعمل مسترسل وإيمان بالقدرات وإيمان بالطاقات المحلية مزيدا بأنك تكلمتي على الإفريقية لأنه هو واحد القضية هي القضية بأنه جاءت البال على لسانة فوز القراء هي كلمة ريادة القرية المغرب يكون هو بأنه كمقدمة للقاطرة دي الكورة القدمة في إفريقيا كيفاش ممكن يعني كيفاش كنتشوفوا الملامح دي هذه الريادة القرية كيفاش ممكن نوصل لها وشنا هي ممكن هذه النقطة التي ممكن تتركيز لها لوصول هذه الريادة هذه القرية التي كان بحثت عليها والتي موجودة أصلا أبدأ في الإجابة عن شؤالك من خلال دراسة صدرت بالأمس من شركة بريطانيا تراند فينس قالت بأنه ثلاثة دول في إفريقيا هي الرائدة على المستوى تصدير الصورة الوطنية أو الهوية الوطنية أو ما يصطل عليه بالقوة النعيمة أو صوفت باور وكذكرت المغرب مع جنوب إفريقيا ومع مصر في إشارة إلى أن فرض حضورك في منتظم دولي أو على المستوى القرية ليس بالضرورة مرتبطا بالسياسة أو بالحروب أو أو بل مرتبط أيضا بأشياء أخرى من قبيل التقافة الفن الأدب وأيضا الرياضة المغرب عن طريق الرياضة شيدة مثلا قطر مثلا مؤخرا بطبيعة حال الجميع تحدث عن قطر وسط انتقادات البعض القطر نجحت في تتبيت هذه الصورة المغرب نجح عن طريق الرياضة في تتبيت هذه الصورة إلى درجة أنه يستحضر ربما البعض يستحضر مقولة الراحي الحسن الثاني في شطرها الأول ولا يستحضر شطرها الثانية عندما قال في يوليوز أكثر مما عرفه بملكك المتواضع وأضاف الجملة الأخيرة وقال ويتوجب علينا استثمار ما حققه شبابنا الآن هذه المقولة نستحضر وحاليا كيف يتم استثمار هذا الإنجاز من أجل قد عاد خطوات أخرى والذهاب بعيدا وعدم التفات إلى الخلف إلى هناك بالأمس كانت هناك تصريحين جميلين أو خطابين جميلين الأول من المتصفين هذا ما قال المغرب شرف 54 دولة لم يقل 53 ولم يقل 55 وصطروا عليه بالأحمر جاء وقال بعدها إنهضوا وصفقوا على المغرب وعلى الملك محمد السادس هذا في التقدير تماما ثم جاء الكلمة الأخرى لإيفانتينو عندما قال المغرب قام بتورة كوروية شرفت القرى الإفريقية وكان ذلك بسدد إعادة ما قالوا في الجمعية الأمومية 16 ديسمبر في قطر إذن نحن أمام توجهين توجهين صحيح في المجال الكوروي قلت يجب أن تستنسخ في الرياضة الأخرى لكن هذا التوجه في الدور أيضا المغرب إن دفع سوب المؤسسات المؤسسات المشرفة على كرة القدم يصعب أن نتصور أن الكاف كانت تجري اجتماعاتها وتجري خططها وأنظماتها في غياب المغرب المغرب التي تدح رجل فيه الكرة 1906 بطنجة المغرب الذي كان سباقا يتثبيت عدة أشياء بينها حضور كأس العالم كأول بلد يصعد عن طريقة تصفيات المغرب الذي قدم الكثير لهذه القرى كان لا يمكن أن يظل غائبا عن هذه المنتظم أي الكاف وهو بالتالي يسير بشكل متوازي مع الجانب السياسي الذي دفع المغرب إلى العودة مجددا إلى المنتظم القاري أي الالتحاد الإفريقي جانب آخر وأول أن يصل المغرب إلى أن يكون عضا في الفيفا أعتقد بأنه الآن نلمس وجود دبلوماسيا رياضية تدافع عن مكاسب المغرب بدليل أنه ما أنجز في السنوات الأخيرة على مستوى الحيلولة دون مرور دولة وهمية إلى أن تصبح عضو في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وهذا الأمر ليس بالسهل ولا يمكن أن يأتيها إلا إذا كانت هناك ترتيبات كما حصل بالأمس كانت ترتيبات جيدة بالأمس عندما تم ترتيب الأمر على أن يكون المغرب وسط التوليات المرشحة الكأس العالم أن يكون هو صاحب الإعلان عن طريق الرسالة الملكية إعلان على أن المغرب يتقدم الترشيح المشترك مع إسبانيا والبرتغال وليس إسبانيا والبرتغال سبد الله نقطة مهمة هي في نفس التجاه اللي مشافيه السيمون صيف وهو يجب أن نربط كل هذه النتائج الباهرة وهذه الخطوات العملاقة اللي قطع المغرب على الساحة الإفريقية في ميدان كورت قدم بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي إلى بيته المؤسسي أعتقد بأنه هذه العودة كان لها تأثير جد إيجابي أولا لأول مرة مغربي ينتخب كعضو في الاتحاد الإفريقي لكورت قدم في شخص فوزي القجاع لأنه مع مركا لدينا عضو منتخب بطريقة ديمقراطية كدائما رئيس الكاف السابق عيسى حياته يختار ممتلا من المغرب لأول مرة ثانيا أيضا اعتلاء فوزي القجاع لمنصب في المجلس الفيفا المكسب التنفيذي بالتسمية السابقة اللجنة التنفيذية بالتسمية السابقة أضف إلى هذا أيضا احتضان المغرب للجمعية العمومية الاتحاد الإفريقي لكورت قدم التي أصفرت عن تولي موتيبي لرئاسة الاتحاد الإفريقي خالفة لأحمد أحمد وحتى في فترة أحمد أحمد المغرب كان له دور بارز في التغيير الذي طرع إذن المغرب كان دائما حاضرا والمغرب أدرك بعودته لبيتي الإفريقي أن الطبيعة تخشى الفارغ وأن الكورسي الفارغ لا يمكن أن يخدم قضايا المغرب على الساحة الإفريقية إذا كنت أعتقد بأن السياسة الملكية المستنيرة هي آخذة في تحقيق مجموعة من المكاسب للمغرب على مختلف الأسعاد ليس غير في الميدان الرياضي ولا في الميدان كورت قدم إذن المحور آخر والدليل عزيزي استعبد الله عطفا على ما قال زميلة عبدالطيف هو أن المغرب كراويا في المجلومة ضمن الكاف حافظ على قوتي حتى بعد تغيير رئيس سابق أحمد أحمد ومجيء موتيبي ظل حاضرا رغم ما تكهن لبعض أو تنبأ لبعض سيسقط مع سقوط أحمد أحمد يعني بأنها قضية أشخاص نعم إذن محور آخر أيضا مهم فهو اليوم أمس بأنه في الرسالة الملكية كان إعلان عن تقديم ترشيح مشارك مع إسبانيو البرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 ما يتمنى لكم تعليق مقصد واشتشي كان متوقع مفاجأة بالنسبة لكم سابق طيف أنا أعتقد بأنه كان متوقع لماذا كان متوقع بالمغرب والمحيط الأوروبي خاصة الجوار إسبانيا أعتقد نحن نعرف بأنه كلنا نتمنى أن المغرب يتقدم بترشيح تولاتي مع الجزائر تونس ولكن للأسف المغرب أدرك بأن الصرعة التي يمشي بها المغرب ليس هي الصرعة التي يمشي بها الآخرون الآخرون ما زالوا أسيري نظريات بالية لذلك المغرب فطن بأنه لا يمكن أن يركن إلى العز وإلى الكسل وإلى النظريات البالية المغرب فطن بأنه يجب أن يستمر على نهج القويم لذلك التفت إلى الأعلى التفت إلى جاره الإسباني والبرتغالي من أجل أن يخدم إفريقيا لأن دائما المغرب كان يعتبر نفسه بأنه جذوره مثل الشجرة جذوره عميقة في إفريقيا وأغصانه هي مقولة الحسن ثاني لذلك أعتقد بأن هذا الترشيح جاء في وقته المناسب وللزمن وللوقت دلالته العميقة حتى المكان غارج والدلالات من نسبة لك سيمون صيف وإن هذا الشيء كان مفاجأة من نسبة لك أو كان شيء منتظر بأن المغرب يلتحق بإسبانيا والبرتغال من أجل تقديم ترشيح سأقول لك متوقع وغير متوقع لماذا؟ لماذا؟ متوقع خاصة لأنك كنت تتبع الصحفة الإسبانية لكأس العالم 1030 يعني قرار على سلطة ببلاد كانت تخذ مسبقاً بخصوص 1030 إذا الأمر كان مسألة توقيت الإعلان عن تقدم المغرب بالنسبة غير متوقع هو أن يكون الأمر مع برتغال وإسبانيا لماذا؟ لأنه كان الأمر يتعلق باختيارات تتعلق بإسبانيا وبرتغال ورأت بأن أوكرانيا في إطار استقطاب تعاطف المجتمع الدولي التي تمر بحرب مع روسيا تم لجوء إلى أن تكون أوكرانيا هي البلد التالي لكن اتضح بينه الورقة خاسرة بحكم أنه الفضائح التي لحقت رئيس تحاد أوكراني وبالتالي أصبحت إسبانيا والبرتغال ترى بأنه ورقة خاسرة قد تؤثر على صورة الترشيح يعني الملف خصوصاً أنه الفيفا وأعضائها وفي دار السياسة الجديدة لإيفانتيرو حساسية كبيرة تجاه ما يتعلق بالفساد إلى درجة أنه تم نشر لوائح خاصة بأجور الموظفين وأجور حتى أعضاء التحاد الدولي في الموقع للفيفا تفاديل لأي شوفها إذن كانت توجه إلى المغرب لم يكن توجه إلى المغرب صدق أو عطفاً بل لأنه اتضح بأنه ورقة رابحة لا يمكن أن تراهن على ورقة خاسرة في تنظيم كأس العالم خصوصاً أنه المغرب يتزعم إفريقيا الآن كراوياً وحتى سياسياً وإسبانيا في مسلحة أن يكون المغرب الذي يجر لأقرب 54 دولة كالصوت وإنما بإمكاني يجر عدد كبير من الأصوات بإضافة إلى الأصوات الأخرى في القرى الأوروبية إذن هو متوقع بطبع الحال لأنه كان إعلان في 2018 وغير المتوقع هو أن يكون المغرب حاضراً مع هذا التوليسي إذن بالنسبة لكم ما هي الدلالات اللي هي الدلالات بطبع الحال الرياضية ولكن أيضاً حتى السياسية والثقافية دي لها الترشيح المشارك ما بين المغرب وإسبانيا والبرتغال أولاً المغرب كان واقعياً جداً في تعامل مع ميلف ترشيح لأنه دائماً في التجارب السابقة عندما لا يحالفنا الحب في حصول على شرف تنظيم كأس العالم في اليوم الموالي كان المغرب يؤكد أنه سيترشح للدورة الموالية بمعنى أن المغرب كان دائماً يؤمن بأنه صاحب قضية صاحب مشروع مشروع من حقه أن يطمح إلى تنظيم كأس العالم فالمغرب الآن أدرك بأنه لا يمكن أن يدخل هذا الصباق بمفرده وإلا ستكون نتيجة وخصوصاً بأن حالياً 48 فرق لمشاركة فهي صعبة جداً نتيجة مأمولة أن تتحقق اليوم هناك معطاء آخر رسي عبد الله وأن كأس العالم سينظم 48 منتخب بداية من دورة 2026 فاليوم كل المؤشرات تؤكد بأن الفيفا تتجع نحو تنظيم كأس العالم بصيغة التنظيم المشترك هذه الصيغة التي بدأت في 2000 نجوش تجربة كوريا الجنوبية وليابا إذا كنت أعتقد بأن الواقعية العقلانية البعد النظر كل هذه عوامل تحكمت في أن يترشح المغرب أن يكون شريكاً مع إسبانيا والبرتغال في دخول حلبة التنافس على تنظيم دورة 2030 التي سأ أنا أقول بأن الطرف المنافس الأول للمغرب والوحيد على ما أظن سيكون هو الملف الرباعي الذي تقود الأرجونتين والأوروغواي والبرغوشي ولكن أعتقد بأن المغرب حضوضه وافرة البعد الرياضي أن المغرب بالنظر إلى ما حققه في كأس العالم قطر وما تحققه الأندية المغربية واحتضانه كأس العالم للأندية ثلاث مرات وأيضا الإشعاع الذي يتم التعبير المغرب شغف الجماهير المغربية بكرد قدم وشاهدنا كيف أن الجماهير المغربية المكان التي تتبه على الساحة العالمية كجماهير شغوفة بكرد قدم أعتقد كل هذه العواميل هي تصوب في مصلحة المغرب إضافتان إلى العامل الاقتصادي والعامل الجغرافي والقرب قرب المسافة أيضا عامل مهم 14 ميل بحري ما بين المغرب والضفة الشمالية أعتقد عامل مهم سيسهل عملية التنقل ديالجماهير وسيعود إلى أدهان تجربة قطر التي ندمت كأس العالم في منطقة محدودة جغرافية غير جواب هذا نقطة هذه ديال الحضود ديالسترشيح أيضا عند أبعاد كما قلنا ترشيح المشترك انطلق من فقرة في رسالة مكية التي قال بأن هذا الترشيح سيحمل اسم الربط بين أوروبا وإفريقيا إذن هنا الأمر واضح بأنه ارتباط إفريقيا بالقرار الأوروبية وأيضا وجود مشترك بين المغرب إرت مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال سواء إرت تاريخي نعرفه أيضا سواء كحروب أو كعلاقات أو كتبادل تجاري كان هناك إرت تاريخي يجمعوا هذه الدول الثلاثة الجانب الآخر وهو المتعلق بامتداد أعتبره امتداد جغرافي لأنه كما قلت تابطيب 14 ميل لا شيء ربما علما أن هناك إشارات واضحة تم منقاشتها مع حضور رئيس الوزراء الإسباني سانشيزان أبو المغرب تم الحديث واستحضار المشروع الذي كان يتحدث عليه الرائع الحسن الثاني بخصوص الربط القاري الذي تم إتبال البحث التي يتكلم بها عدة مغرب وهي تعتبر المدى اللغة الثالثة في المغرب وبالتالي هناك مشترك كبير يبقى أن أشير بأنه المغرب كان اقتنع ولو أنه ربما مع المغرب لاحظوا أركب أن هناك تنازل من المغرب على اعتبار أنه خمس مرات يتقدموا لوحده لاستفاد كلاس الأعلم لكن وقعت متغيرات 24 منتخب ثم 32 ثم 48 حتى الولايات المتحدة تقدمت رفقة مكسيك وكندا وحتى إسبانيا التي نقول هي بلد كروي تشارك المغرب في هذا الشغف والبرتغال ربما إرسأت أن يكون الترشيح مشتركا حتى تخفف عليه لعب فقط أشير نقطة أخيرة بخص هذه المسألة هو أنه هناك الملفات التي قدمت هل سنتحدث عن حضور الآن واش كنا حضور في الملف المشارك واش كنا حضور لأنه كنا أيضا ترشيحات مشاركة لدول كبرى أيضا ممتاز إذا بدأنا بالترشيح الأول وهو أعتبره كعنواء ترشيح مرتبك وهو للسعودية واليونان ومصر هذا الترشيح مرتبك بحكم أنه يضمه ثلاث قارات أولا ثانيا الفيفا توصي بأن يكون الدورة المقبلة بعد دورتين على استضافة القارة وآسيا استضافة 2020 ويمكن تستضافة 2030 ثم أمر آخر الشروط التي وضعت السعودية بأن تتكفل بمصاري البنية التحتية لليونان ومصر على أن تحتضينا 75% من مباريات الكأس وهو لن تقبله مصر بعتبر أنه مصر هي أيضا بلد كروي إذن ربما هذا الأمر يقصي هذا الملف إنصاح التعبير بالنسبة لي ملف الربعي لا أعتقد مجددا أنه يسكن قبول ملف الربعي لأمريكا للسين تماما الأوروغواي والباروغواي والأرجنتين والشيلي نظر البعد لمسافة بنادي الدول ولو أن الأوروغواي ترفع الشعار أنه تريد الاحتفال بمئوية احتضان تنظيم كأس العالم الذي ننظمه في 1930 بالأوروغواي لكن ربما أعود مجددا وأقول القارة الأمريكية لا أتحدث بمنطق الاتحاد الجنوب الأفريكا أو الاتحاد الكاريبي أتحدث كقارة لا يمكن تستضيفه في 2026 ثم تستضيفه في 2030 يبقى هناك ملف تم أبعد نفسه بنفسه وهو ملف بريطانيا التي كانت تريد تنظيم رباعي عن طريق ويلز وإيرلندا وسكوتلندا وسكوتلندا وإنجلاتيرا لأنه فضل أن يكون التركيز لكأسروفا بحكم أنها أقل تكلفة يبقى المفاجأة التي ننتظر أن انتحققت هي تقدم الصين على اعتبار أن هناك مؤشرة تتحدث الصين تريد تطوير كرةها عن طريق كأس العالم أما يسألتني على المستوى التفاؤل بخصوص التنظيم المغرب أعتقد بأن الأمور إلى حد ما لا نريد بيع جلد الدب قبل صيده لأنه حصل معنا ما حصل في 2018 عندما لم يصوت عنه حتى بعض الأصدقاء العرب لكن بالنسبة للعمل التصويت أعتقد بأن المغرب إلى حد ما ضامن لأزيد مئة صوت من أصل 211 بحكم أنه عدد أصوات أفريقية أوروبا وأيضا بشكل عراضي مع الدول الإسلامية والعربية بطبيعة الحال أعتقد بأن الحدود هي وافرة حدود قوية لا يمكن الآن عندما نستحضر مجموعة من المعطيات لا بدوى أن نقول بأن الملف المغرب الإسباني البرتغالي أعتقد يحتل المرتبة الأولى من حيث مؤشرات النجاح باللي كسب هذا الرهان لعدة اعتبارات فمثلا كأس العالم 2026 ستجري في أمريكا الشمالية لا يمكن للدورة الموالية أن تقام في أمريكا الجنوبية رغم أن الورقة الوحيدة التي يلعب عليها الملف الرباعي هي الدكرة المئوية يعني عاطفي وتاريخي يعني عاطفي وتاريخي إذن أعتقد بأن مكانة المغرب اليوم على الصعيد الإفريقي وقربه الجغرافي من إسبانيا والبرتغال والمكانة التي أصبح يطلع بها في محيطه الأوروبي والإقليمي وأيضا علاقته القوية مع إسبانيا والبرتغال أعتقد كل هذه العوامل ستقوي هذا الملف أيضا لا يجب أن ننسى بأن ترشح المغرب هذه المرة سيختلف على المرات السابقة سنربح ملاعب من الجيل الجديد سنربح ملاعب من الجيل الجديد وسنكون أمام ملاعب موجودة ليست فقط مذكورة على الأوراق أو موجودة تماما تصاميم سننجزها بعد وعود سننجزها بعد عشر سنوات خمس سنوات لا اليوم أعتقد بأن هناك ملاعب تحتاج إلى بعض الترميمات تحتاج إلى بعض الإصلاحات وأيضا هناك مشاريع لبعض الملاعب التي ستر النور عن مقارب لذلك أعتقد بأن الملف المغربي الإسباني البرتغالي عنده حضود وافرة خلصة منطقية سيكون في ثلاثة أورو أربعة المدن تماما والتنصيق والتعاوم بين هذه الأطراف الثلاثة سيقوي الملف المغربي خاصة أن إسبانيا تملك شبكة من العلاقات المغربي يملك شبكة من العلاقات على الصعيد الإفريقي والعالم العربي لا نسى أن الرسالة الملكية التي تلعى شكيب بالموسى جالية الملك لم ينسى العالم العربي في علاقته بهذا الترشيح لذلك أنا أعتقد بأن من وجهة نظاري الملف السعودي المصري اليوناني أعتقد بأنه جدي أعتقد بأنه مرتبك مرتبك وليس جديا نحن الآن أمام ملفين جديين الملف المغربي الإسباني البرتغالي والملف الأرجنتين الرباعي هذه الملفات التي تلعين وهذا أعتقد بأنه بالعمل الجبار وبهذه التراكمات التي تحققت في السنوات الماضية أعتقد بأن الرهان إن شاء الله هذه المرة سنكسبه بالأقوال وبالأفعال ولكم أحد سؤال ربما كنت رحو المشاهدين دائما ومن مدة طبعا محكم محكم ماهو الأرباح والنتائج التي يمكن أن نجنيها من تنظيم الكأس العالم كم مثلا المثال التي تجبط مثلا 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 الإسبانيا في 1888 في نظمت كأس العالم وبأن تحقق واحد طفرة اقتصادية نتيجة نظيم كأس العالم وكذلك أيضا كذكر اليونان فأنت نظمت مثلا ألعب أولمبيا بأن نتائج نوع سلبية بالنسبة لبلاد بالنسبة لكم أشنو كذلك بلاد مثلا كالمغرب أشنو ممكن أنها تجني كنتائج وكأرباح من تنظيم كأس العالم ألعب أولمبيا 76 بموريال بكندا كانت دولة تدفع القروض التي أخذتها إلى غير سنة 2000 يعني كان ريهان خاسر بالنسبة لكأس العالم 1982 كان الهدف هو تقديم إسبانيا في سورة الدولة الديمقراطية التي تخلصت من حكم فرنكو وأيضا أبدأت استعدادها لدخول السوق الأوروبي المشترك في 1886 إذن كان هناك أهداف أخرى أكثر مما هو مالي 90 ألعاب أولمبيا برشلونة أعطيك رقما برشلونة كان الهدف ليس تنظيم ألعاب أولمبيا فقط وإنما تأهيل برشلونة تصبح قبل سياحي عالمي وبالتالي الميزاني المخصصة لهذه التظاهرة 90% وجهت لتأهيل برشلونة و10% لتنظيم الألعاب بذليل أن عدد السياح انتقل من جوج فاصل 4 92 إلى حاليا إلى ميز إلى 7 مليون ما يطلع 10 ما يطلع إلى إسبانيا ثم أعطيك مثال آخر أوكرانيا مع بولندا في 2012 تنظيم كأس أوروبا تم وضع 11 مليار تأهيل البنية التحتية التي أهلت بولندا تصبح دولة قادرة تعلن عن نفسها للمغرب أقول لك أمر أساسي وأنطلقه من دراسة أنجزها أو مقالة علمية أنجزها الأستاذ محمد قعاش فهو الله في هذا اليوم قال بالنسبة لكأس العالم 2010 قال بأنه المغرب بإمكاني أن يكسب تنمية وأن يكسب 14 سنة من 200 في درس سنوات على اعتبار أنه ما سينجز آن هذا كان يتوجب 20 سنة وكان سينضم سنوات على اعتبار أنه مغرب ملزم بتنفيذ دفتر تحملات الفيفا علوة وبالتالي سنصل إلى حصيلة نهائية وهي أنه ما عاجز عنه السياسي أو ما عاجزت عنه مختلف حكومات قد يتحققوا عن طريق الرياضة قد تقول لي أحيانا ربما الأمر طوباوي لكن أقول لك بأنه المغرب وإن كان كنا نتمنى أن يكون تنظيم شامل لمختلف منتخبات على المغرب قد يستضيف أربع مجموعة فقط تقسيم 12 مجموعة بين الدول الثلاث لكن المغرب سيكسب بنية تحتيار تحتيار رياضية سيكسب أيضا بنية طرقية مصفى فناضيق مطارات إلى أخير أنا دفتر تحمل سواد وأختمه أقول قطر التي عاب عنها الكثيرون صرف على هذه الأموال أقول بأنه قطر صرفت 220 مليار لكن 88 ملايار هي التي وجهت للملاعب التي أبهرتنا جميعا ما تبقى أهلت قطر لتصبح قبلة سياحية وليس مدينة عادية سيكسب الربح الربح هو متعدد الأوجه ولا يقف فقط عند تنظيم الحدث ما بعد تنظيم الحدث عندما تنظيم حدث عالميا بارزا أنت تصوق لإسمك لطراتك لهويتك لإسم المغرب أيضا تعرف العالم عن الأشوات التي قطعها المغرب على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقافية لذلك أعتقد بأنه لا يمكن حتى لو لو استثمرت الملايير من أجل أن تلمع صورتك لا يمكن أن تلمع بالشكل الذي يمكن أن تلمع بصورتك عندما تحتضين تظاهرة كبيرة مثل كأس العالم التجربة القطرية خير دليل على ذلك الكل يقول بأن قطر صرفت أموالا طائلا ماذا ستجني في نهاية المطار شاهدنا كيف صورة قطر التي ربحت أشياء كثيرة هذه الدبلوماسية الموازية الدبلوماسية النائمة إذن أعتقد بأن الربح رياضي ربح اقتصادي ربح سياسي ربح تقافي ربح توراتي أيضا لنخدم السياحة السياحة الوطنية نعرف بالمغرب العديد شوف مثلا المنتخب الأرجنتين لما كان في قطر الجمهور الأرجنتيني قضى شهرا كاملا في قطر تصور معي أنت لو تحتضن مثلا مجموعة من المجموعات ويجي عندك واحد الجمهور ويمكنت عندك واحد الأسابيع معينة وهذا الجمهور ممكن يرجع عندك لو أن المغرب يحتضن الأدوار النهائية مثل ربع النهاية والنصف النهاية وكذا إذن أعتقد بأن لا يمكن أن نكون متزمتين في أفكارنا وفي تحليلنا وأن نكون منغالقين ومحدودين في نظرتنا وتحليلنا لهذا الحدث حدث رياضي كبير المغرب سيجني منه أشياء كثيرة خاصة أن تنظيم ترشح لتنظيم كأس العالم هو جزء لا يتجزأ من المشروع التنموي المغربي إذن قرب لنهاية البرنامج كلمة أخيرة بالنسبة لكم تفضل لسي مصف كلمة أخيرة فقط أتمنى أن يستطمر المغرب بهذا الإنجاز الذي تحقق في كأس العالم 2022 أن يستطمر ما حصل بالأمس وأن يدفع تجاه خطوات حتى نتجاوز النقاش الفارغ الذي ينطلق بين الفينة والأخرى سواء وطنيا أو إقليميا لأنه أهدافنا أكبر بكثير من أهداف البعض كلمة أخيرة أعتقد بأنه الحمد لله نحن متفائلون نفتخر بما تحقق في هذه السنوات العشر الأخيرة المغرب يمضي في الطريق الصحيح وأعتقد بأن الاستراتيجية الملكية هي ماضية نحو تحقيق الأهداف وفق واحد الرؤية اللي هي رزينة رؤية استشرافية رؤية تعرف من أين يجب أن تنطرق وإلى أين يجب أن تصل لذلك فنحن متفائلون من أجل أن يتبو المغرب مزيدا وأن يكسب مزيدا من النجاحات من أجل المغرب ومن أجل إفريقيا شكرا لكم من الضيوف سيمون سيفلياس غيباح في السياسة تريدية شكرا لكم مرة أخرى كنت ساعدا بالحضور معك عزيزة عبد الله شكرا لكم شكرا أيضا سيعمت المتوكي رئيس الرابطة المغربية للصحفين الرياضين بأن نخصصنا برنامج هذا المساء للحديث عن الحدد الرياضي الذي ميزه يوم أمس الذي كان منح جائزة التمايز سنة 2022 للملك محمد السادس وأيضا ريسال المعكي بهذه المناسبة واللي من خلال أعنى المغرب عن تقديم ترشيح مشترك مع إسبانيا وبرتغال لتنظيم كأس العالم لسنة 2030 شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة